الكابتن الخطيب بعد أخوي الكبير ومتربين مع بعض وأنا بعتبره يعني يعني فكهة يعني رجل يعني اتعلم هو كويس قوي كمان على إيد صالح سنين بحفظ الألقاب وكابتن حسن حمدي فالنهاردة كان بيدير المكتب التنفيذي عشر سنين اتعلم كويس قوي والحقيقة أنا بشوف الكلام ده بيترجم على مئدة مجلس الإدارة فيعني الحقيقة هي أجيال بتسلم بعض يعني كابتن معمود خطيب دايما يردد الكلمة دي والحقيقة أنا دايما أحب أستشهد بهذا الحوار اللي دار بيني وبينه كنا في أحد السفريات وبندردش فبيكلمني عن أحلام وعن طموحات وعن رؤى وعن البرنامج اللي وضعته في عيلة الأهلي كابتن دا لو تنفذ ان شاء الله تبقى حدك أنجح رئيس في تاريخين الأهلي انزعك جدا وقال لي لا شريف احنا ما عندناش حاجة اسمها أنجح وأحسن احنا كلنا بنكمل بعض شوف أخلاق النادي الأهلي يعني شوف مثلا من الضم الليحة دي يعني النهاردة احنا ببرنامج يعني قد إيه عايزة أقولك أن الخطيب يعني ما حفظ الألقاب منضبط أما قلنا في برنامج عائلة الأهلي أن الليحة حتبقى في خلال سنة هو الحقيقة أخذ هذا الموضوع على عطيقه أن الليحة لابد أنها ترى النور قبل سنة من انتخاباتنا النهاردة احنا بتكلم على الـ 28 سبتمبر فأنت بتكلم احنا انتخبنا واحد ديسمبر أو واحد يعني آآ تلاتين آآ يعني تسلمت العمل فعليا عشر ديسمبر بعد وصول يعني بعد عشر تشهر آآ جواب اللاجداء الأولمبياء بعتماد نتيجة الجماعة الأممية بالضبط فأنت بتكلم في خلال عشر تشهر لأنه هو الحقيقة البرنامج عائلة الأهلي هو الدستور اللي احنا كلنا ماشيين به يعني يعني يعرف انت عاملين زي التلامزة كل واحد حطت الملزمة تحت صحيح تحت باطو وبيشوف ايه لأنك اتما تشوفت الجماعة الأممية النهاردة ما يجي لك فوق الأربعين ألف دايما كابت الخطيب يقول لك ايه مسئولية كبيرة قوي يعني ما تشوف الست في عز الحر وكانت زحمة كت عاملة ازاي وشايلة طفلة على ديها وجاي عشان تنتخب قائمة محمود الخطيب فالحقيقة ده حمل كبير قوي علينا وده بيترجم بقى من خلال انك انت تبقى رجل زي ما يقولوا الانجليز يعني انت قلت حاجة لابد انها ايه تتنفس انا بعتقد وصحح لي لو انا مخطئ اه مش مانس خالد انه الكابتن محمود خطيب كمان ضغط على نفسه زيادة بسبب المسئولية دي يعني اولا هو حريص على التواجد في النادي كل يوم من تسعة صباحا الى ما شاء الله اجتماعات متتالية عايز ينفس بالزبط برنامج عيلة الاهل سواء في من التطوير ومنشآت النادي في الفرع الجديد في دعم النشاط الرياضي وفريق قرة القدم في الحفاظ على حقوق النادي في موضوع الاستاد في موضوع اللايحة اتشايف ان دي ميزة واللعيب يعني فكرة انه كابتن محمود الخطيب وضع نفسه ومجلس الادارة تحت ضغط رهيب بهذا الشكل في ظل ظروف الحقيقة انا شايف انه فيه تحديات كبيرة جدا ورغم ذلك حدث انجاز خلال تسعة شهور دون مجاملة ونشاة مجروحة غير مسبوق انا محقق ولا مخطئ في هذا الامر بص لو ما كانش كده ما يبقاش محمود الخطيب يعني حتى محمود الخطيب اياما كان بيلعب كان بيتحس ان هو بيشيل الفرقة على كتفه يعني كان بيبقى مسئوليته كبيرة يعني محمود الخطيب شعبيته كبيرة جدا معبود الجماعية انه غاية النهاردة انت بتشوف اطفال يعني ما حضروش حتى لكن ييجوا وتصوروا عليه فده عايبقى كبير عليه انه هو ازاي يحافظ على اسمه وفي نفس الوقت ازاي يحافظ على الكيان اللي هو تربى فيه النادي الاهلي النادي الاهلي ده حاجة كبيرة جدا ومنصب رئيس النادي الاهلي ده حاجة كبيرة جدا انك انت تحافظ على هذا المنصب وتحافظ على هذا مبادئ ومسل وقيم النادي الاهلي في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها اليومين دول دي عملية صعبة جدا فبالتالي هو واخد كل حاجة على عصابه بيضغط على نفسه جدا عشان هو بيحب زي كده ما كان من اعظم لعيبة اللي جابها اللي جابتها الملعد هو عايز يعني فعلا يضيف حاجة لنادي الاهلي لانه هو حاسس ان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء جماعية العمومية النادي الاهلي لهم فضل كبير قوي على اسم محمود الخطيب بعد ربنا سبحانه وتعالى طيب